إذا ما حاولنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها دكتور سامي ونتساءل سؤالا منطقيا يعني إذن ما الحل بعد 138 يوما العالم الآن بات كله ينادي بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة التي تأتينا منه هذه الصورة المباشرة وتراها أنت معنا أيضا هذه غارة جديدة كبيرة هذه المرة العالم أجمع حاليا حاليا العالم أجمع يحاول بقدر استطاعته أن يوقف هذه الغارات أن يوقف هذه الحرب إسرائيل ملاحقة في العدل الدولية في الجنائية الدولية في مجلس الأمن الحكومات تطالب والنقابات تطالب الجمعيات تطالب المنظمات تطالب الأمم المتحدة بأمينها يطالبون وأمريكا ترفض هل لديك تصول الحل؟ أعتقد أن هناك انسداد كامل كما أشرتم وليس هناك مؤشر عن تغيير في السياسة الأمريكية هناك بالتأكيد تغيير في اللهجة الأمريكية هناك تشنج متنامي في العلاقة بين واشنطن وتلفيف ولكن حتى الساعة أمريكا لا تريد أن تلفز كلمة وقف إطلاق النار لأنها تعتبر ربما أن هذا سوف يشكل انتصارا لحماس وخلف حماس إيران لديها حساباتها الاستراتيجية وأنا أخشى أن في المرحلة المقدة حيث تصبح الحملة الانتخابية أو السباق الرئاسي الأمريكي هي العنوان الأساسي والاعتبار الأساسي لدى الإدارة الأمريكية حيث أن الرئيس بايدن يعني مرشح الحزب الديمقراطي لهذا المنصب أن يزداد الانسداد امغلاقا إنجاز التعبيد وبالتالي مع الأسف لا أرى إمكانية اليوم للضغط الأمريكي على إسرائيل لأنها الوحيدة القادرة وحتى لو كان هناك ضغط يبقى السؤال هل سوف تنصع إسرائيل لهذا الضغط الأمريكي صحيح هذه النقطة وجهة اسمح لي يا دكتور سامي اسمح لي عذر على المقاطعة فقط نذكر من ينضم علينا الآن أننا نبث هذه المشاهد المباشرة من قطاع غزة الذي يتعرض لغارة ضخمة عمدة الدخان كانت تملأ أركان المشهد قبل قليل هذه الصورة تأتينا على الهواء يتعرض هذا المكان في قطاع غزة لا نستطيع أن نحدده الآن إلى غارة ضخمة طيب هذه نقطة وجهة يا دكتور سامي فقط كذلك أحيطك علما بأن مراسلتنا في جنوب لبنان أفادتنا قبل قليل بمقتل لبنانية في غارة إسرائيلية استهدفت أعتقد بلدة اسمها المنصوري أعتقد يعني لو أتذكر بلدة المنصوري صحيح في جنوب لبنان إنما كان من الممكن أن تمتنع على الولايات المتحدة بالأمس عن التصويت على مشروع قرار الجزائر لوقف إطلاق النار في غزة كان من الممكن وكان من الممكن أيضا أن يتم تسويف الأمر وأن لا تلتزم إسرائيل لكن هناك حالة من حالات المجاهرة في الأمر يا دكتور سامي وهذا سؤالي ما الحل إذن؟ الحل هو الاستمرار بالضغط يعني لابد هناك ربما لابد من حراق على المستوى الديبلوماسي تكسيف هذا العمل مثلما رأينا ما حدث أمام محكمة العدل الدولية ما نراه في مجلس الأمن وتكسيف التحالفات على المستوى الدولي أكان على المستوى العربي أو على المستوى الغربي من أجل الضغط يعني على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الضغط باتجاه قرار ملزم في الأمم المتحدة صحيح اليوم يصطدم هذا القرار بالفيتو الأمريكي والإجابة على هذا السؤال حقيقا صعب للغاية لأن هناك استمرار في النهج التي اتخذته إسرائيل طيب إذن ليس لدينا إجابة دكتور سيمس المتطرف إذن ليس هناك إجابة يعني لكيف المخرج من هذه المأزق طالما أن ويات المتحدة أمام الكاميرا لا خلفها تقول لن أجعل إسرائيل تفعل ما لا تريد لن أجعل إسرائيل توقف هذه الحرب بينما إسرائيل لا تريد ذلك طيب هذا هو الواقع الآن طيب ما هي التبعات؟ التبعات هو استمرار للكارثة الإنسانية التي نراها والتبعات على المستوى استراتيجي هو ضرر كبير يلحق بالأمن العالمي والمصالح الاستراتيجية الأمريكية يعني هناك أكثر من صوت داخل الإدارة الأمريكية ناهيك عن البعد الانتخابي الذي تكلمنا عنه هناك من يقول في الإدارة الأمريكية ننزلق في حرب أولا ليست ضمن أولوياتنا ثانيا تضر بمصاف الولايات المتحدة على المستوى العالمي تضر بصورتها تزيد من انعزالها إذن هناك ضرر هائل على الولايات المتحدة الأمريكية والكلام ليس مني الكلام من متخصصين في الشأن الأمني الاستراتيجي الأمريكي العاملين في الإدارة الأمريكية وهم من أعلام مراكز الأبحاث ولكن بالرغم من ذلك نرى اليوم عمليا الإدارة في حكم البطة العرجاء أو ما يسمى بالبطة العرجاء وفق التعبير الأمريكي غير قادرة على اتخاذ مواقف حاسمة تشير من وقت إلى وقت إلى خطوات مهمة لم تكن في الماضي تلفز هذه الأمور مثل الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية ولكن حتى الساعة هذه الخطوات المهمة الرمزية لم يتم اتخاذها ولا أعتقد أن بالإمكان أن يصار إلى قرارات من هذا النوع قبل الانتخابات الأمريكية لذلك الجهد يجب أن يكثف على مستوى آخر على مستوى حلفاء آخرين للإسرائيل ربما يحاولون الضغط عليها الرأي العام العالمي وربما أيضا رأي عام في داخل إسرائيل لنقولها بصريحة العبارة طالما من يسيطر على الحكومة الإسرائيلية هم الأشخاص النفيذون اليوم نتنياهو والحلفائه من اليمين المتطرب لا أعتقد أن هناك إمكانية لتغيير هذه السياسة التدميرية التي يقومون بها هل تتذكر يا دكتور سامي كلمة عراب السياسة الخارجية الأمريكية هينري كيسنجر حين قال إن ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تحل الصراعات ولكن ربما من مصلحتها أن تدير هذه الصراعات بمعنى أن الآن إذا ما أرادت أمريكا أن تواجه إيران إذن إسرائيل تواجه حماس وهكذا أو حزب الله في لبنان ويتقابل الخصمان على أراضٍ عربية في نهاية المطاف هذا يعني من وشهة نظر السياسة الواقعية يعني ممكن أن يقبل هذا الكلام ولكن هل هذه هي إدارة جيدة لهذا الصراع هل هذه الإدارة لهذا الصراع تفيد الولايات المتحدة الأمريكية تفيد صورة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم تساهم بتثبيت ريادتها للعالم تفيد مصالحها الأمنية مصالحها الاقتصادية لا أعتقد إذا كان هناك من إدارة في هذه المرحلة هي إدارة غير ناجحة كي لا نقول إدارة فاشلة بالكامل أطاحت بالمنظومة الأمنية في الشرق الأوسط تهدد خطوط الملاحة يعني حتى الصراع الدائر في البحر الأحمر لم تتم إدارته بشكل فعال الخطر ما زال قائم التهديدات للحركة التجارية العالمية ما زالت قائمة الضغوط على الاقتصاد العالمي على نسبة التضخم ما زالت قائمة أما بالنسبة للصراع اليوم ولنقل الأمور بشكل صريح بين أمريكا والعالم العربي والإسلامي بشكل كبير تتسع هل هذه الإدارة أصابت في رأب حدت هذا الصراع الذي ابتدأ وتكثف منذ عمليات 11 أيلول كل هذه أسئلة اليوم أصبحت قيد التداول في الأوساط الأمريكية ولنقلها بصراحة الحلول التي نراها ليست حلول فعالة ولم تفيد الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أولى هل تتذكر يا دكتور سامي وأنت تتابع هذه الحرب سياسيا هل تتذكر ما صنفته بأنه إدانة قوية لدور الولايات المتحدة في دعم إسرائيل في هذه الحرب هل رأيت دولة تدين الولايات المتحدة على سلوكها يعني حتى الساعة ليس يعني ما نراه هو انقسام يعني بينما يسمى الغرب وبقية العالم الثالث ونرى هذا الانقسام يتفاقم يعني كان بالغ الدلالة الخطوة التي قام بها بها البرازيل منذ يومين البرازيل بعد أفريقيا الجنوبية وهي دول أساسية في العالم الثالث هم من أركان مجموعة البريكس والأمور زاهبة إلى مزيد من الاتساع بهذه الفجوة الكبيرة بين الغرب وسائر العالم دا وست أندرست كما يقولون في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن اليوم ما زلنا أمام هذا الانسداد لا نرى أي ثغرة أمل في الأفق أو أيضا من مبادرات قد تفضي إلى تسوية ما في الأفق ترجمة نانسي قنقر